موسيقى مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم طبعة المشاهد نتابع اليوم أبرز ما جاء في الصحف المحلية والبداية مع صحيفة عكاظ جاءت الإشارة بالصفحة الأولى من صحيفة عكاظ عن محاكمة 532 داعشيا بتهمة تفجير المساجد حيث أشرت الصحيفة في مختصر تقرير الصفحة الأولى أن من بين المحكومين سيدتان أخضعتهم الجهات الأمنية لجلسات استجواب تمهيدا لإعداد لوائح اتهام ضدهم كما أفردت عكاظ عدة صفحات عن مكافحة الإرهاب حيث ضمنت صفحة كاملة عن المخططين لتفجير المساجد إذ كانت استباقية الجهات الأمنية أقوى من هوانهم وأذكى من فشلهم بالعمليات الإرهابية كان من ضمنها نجاح الأمن في منع عشر عمليات إرهابية كانت على وشك التنفيذ ولمناقشة أبرز ما جاء في الصحف المحلية نرحب بضيفي الكريم الإعلامي عبدالله بن كادسة ومن جدا تنضم معنى صحفية أمل بغازي من صحفة مكة مرحبا بك سيد عبدالله مرحبتين حياة كلا أستاذ كيف وجدت تغطية أوكاظ لهذا الموضوع؟ أولا هذا موضوع حيوي لأنه أتى في توقيت ما زالت الناس تتحدث عن الحد الذي أرقيم على 47 إرهابي كانوا مسؤولين عن تفجيرات القاعدة وبث الرعب والإرهاب بين الناس في المملكة العربية السعودية فبالتالي إحنا ما زلنا عايشين في نفس الجو وهذه يعني ذكاء صحفي الحقيقة من صحيفة عكاظ أن يأتوا بمثل هذا الموضوع هذه السنة سنة 2015 كانت من أكثر السنوات التي حصل فيها شيء غريب شيء لم يحدث أبدا في تاريخ العالم أو في تاريخ الإنسانية أن تفجر المساجد أن يقتل القريب قريبه من العسكريين فهذا النوع من الجرائم يجب أن لا يتم السكوت لها أعتقد أن خبر العكاظ في إحالة هؤلاء الخمسمية أو ثلاثين تقريبا إلى القضاء بهذه السرعة لأنها ذرة كلهم غالبيتهم تم القبض عليهم السنة التي راحت فبالتالي هذا معناه أن هناك سرعة في الإنجاز هذا الموضوع يعطي أيضا دلالة على الحزم الذي يجب أن يكون للمسؤولين عن مثل هذا الملف أو هذه القضية وبالتالي نتعلم من أخطاء سابقة يعني 47 إرهابي أغلبهم هؤلاء اللي تم القصاص منهم الأسبوع اللي راح كانت جرائمهم أغلبها من عشر سنوات فبالتالي أعتقد أن مثل هذا الأمر أمر إيجابي جدا نعم أنتقل لك أستاذ أمل ما هو تعليقك على هذه المادة؟ طبعا في البداية أرحب فيكم ورحب سيدة المشاهدين بالنسبة للتعاطي مع قضايا الإرهاب ومكافحة الإرهاب الفترة هذه اللي خدمنا أكثر صحفيا شفافية وزارة الداخلية في التعاطي مع هذه الأمور والتصريحات الصحفية أول بأول طبعا ما هو شيء غريب على دولتنا أنها تكافح الإرهاب أول بأول والله يعينهم يعني قدامهم معركة يبدو أنها طويلة الأمد تنظيم داعش ورد من رحم القاعدة وإن كان بأكثر وحشية والسبب أنه الضربات الاستباقية التي ضربتها وزارة الداخلية عندنا لتنظيم القاعدة ما تركت لهم مجال أنهم يوصلوا لهذا الحدمة الوحشية ولكن التعاطي السريعة صحفيا وأمنيا يبشر بخير وبالعكس كانت تقرير رصد وافي وشامل صراحة من صحيفة وكاد نعم لكن برأيك هل اكتملت جميع جوانب هذا الموضوع؟ هو يمكن كان ينقصه تعليق خبير أمني بدل من السرد يعني السرد الكامل لمعلومات رصدية كان مفروض أن ينقصه تعليق أمني نعم أنتقل بنفس السؤال لك أستاذ عبد الله هل رأيت أن المادة مكتملة؟ فعلا مثل ما تفضلت كان فيه سرد ولكن أعتقد أنه مثلا رأي قاضي قد يكون يعني مرت عليه مثل هذه القضايا كان أمر مهم خبير أمني شخص من وزارة الداخلية محقق مثل هذه الآراء بالعكس تضيف إلى التقرير وتجعلها ثري أكثر ويكتمل جوانبه الصحفية نعم مواد صفحات مكافحة الإرهاب اليوم لعكاظ تنوعت بشكل عام كيف كانت تقنية هذه المواضيع مهنيا؟ أعتقد أنه يمكن يكون الفضل لتوفر المعلومات نعم مثل ما تفضلت الأخت فعلا هناك يعني شفافية من وزارة الداخلية في هذا الملف المعلومات متوفرة كان هناك تفصيل الحقيقة في التقرير كم الجنسيات الموجودة كم رجل معدل الأعمار كم امرأة كم جنسية بعض القضايا أو بعض الأحداث التي كانوا ينوون أن يعملوها كان في أيضا لفتة إنسانية الحقيقة في الصفحة موجودة التي هي عن الشهيد الذي لم يرى ابنه لم يراه أيضا بعض المخططات التي كانت من المفروض عملها يوم الجمعة من ترهيب الناس استهداف السفارة الأمريكية كل هذه المعلومات هي الحقيقة لولا توفرها ولولا أن المصدر الموجود في الداخلية أو المسؤول عن هذا الملف ما وفر هذا المعلومات لما استطاعت الصحافة الحقيقة لا عكاذ ولا غيرها أن تكون بهذا الثراء نعم عكاذ عموما لديها ملف إرهابي كيف وجدت هذا؟ يعني دائما هي متابعة لهذه الموضوع كيف ترى أو تقيم صحيفة عكاذ في متابعتها دائما لمواضيع الإرهاب؟ ما في شك يعني مثل ما قلت لك يعني أنا أعتقد أنه هذا قضية الساعة وأمر يهم كل الناس لأنه يمس أمنهم يمس استقرارهم يمس أيضا عقيدتهم يعني الإرهاب يشوه الإسلام يشوه العقيدة فبالتالي له جمهور وتركيز الصحيفة على مثل هذا الأمر يعني نوع من الذكاء الصحفي نعم أستاذ أمل عكاذ كما ذكرت هي دائما ما تفرط عدة صفحات لتغطية موضوع الإرهاب كيف ترين أداء صحيفة عكاذ؟ بصراحة أكتر من رائع يخدمهم كمان عبد الصفحات يعني إمكانية أن هي تفرد أكتر من صفحة لأنه نفس يعني صحيفة عكاذ عندها حرية في هذه الصفحات الشي الثاني أنه كمان المجال الإرهابي يزخر بمواد صحفية كتير من ضمنها اللفتات الإنسانية حتى ممكن تأثيره اجتماعيا يعني قضايا الاجتماعية في الإرهاب غير طبعا الأخبار الأساسية لتصدر من الجهات الرسمية فعكاذ وفقة الصراحة ودائما موفقة في تغطية أخبار الإرهاب نعم أنتقل إلى موضوع آخر حيث وردت في صحيفة الوطن صدى مصدر في وزارة المالية في إشارة بصفحتها الأولى على أن المصدر يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده على عدم وجود أي مادة في النظام تنص على معاقبة المتعدين على الأراضي الحكومية حيث استرسل مصدر الصحيفة بالكشف عن أن مديري فروع أو مديري فروع الوزارة في المحافظة يمثلونها في حماية ممتلكات الدولة والمال العام نقلت الصحيفة رأي أحد المحامين في دور القضاء في إثبات ملكية العقار كما نقلت الصحيفة مادة وزارة المالية في محاسبة المعتدين على الأراضي وعن مادة النظام الأساسي للحكم بهذا الشر أبل كيف وجدت تغطية الوطن لهذا الموضوع؟ هذا التقرير فيه شوي من التناقضات أو اللبس نحن لا يمكن أن نقول أنه لا يوجد مواد تنصر عقوبات أيها ما جرى متعديات كتجرين ولكن هناك عقوبات قد تكون مهي منفذة وموجودة في اللوائح البلدية من ضمنها في حالة تعدي على أرض حكومية يتم دفع الإيجار بأثر رجعي هذا يعتبر عقوبة ولكن عندنا نحن مشكلة في التنفيذ ولكن نحن لا يمكن أن ننفي قطعا أنه لا يوجد أي عقوبات تطال المتعدين نعم أستاذ عبد الله شفتك أنت متفق مع أستاذ منال في أنه هناك تناقضات نعم حقيقة هذه المادة فيها ناقضت نفسها بنفسها في نفس الخبر أولا أنا عندي تحفظ على كلمة مصدر اليوم نحن في الصحافة يجب أن يكون عندنا أكثر شفافية وحتى تصل إلى المصداقية يجب أن تذكر اسم الشخص أما الاختفاء وراء كلمة مصدر صرح مصدر وقال مصدر وأشار مصدر فما أعتقد أنها اليوم في صحافة اليوم مقنعة بالنسبة للقارئ أو للجمهور بشكل عام أيضا أنه المصدر يقول بأنه ليس هناك نظام وفي نفس المادة محرر المادة يأتي برد من محامي قانوني ويقول نعم هناك نظام وينص عليها النظام الأساسي للحكم فبالتالي المحامي رد على قول هذا المصدر فأنت تأتي بعنوان ما هو بصحيح العنوان مضلل والعنوان هذا كأنك تثبت فيه حقيقة بأن هذا المصدر حتى لو كان المصدر قال هذا الكلام لكن هذا كلام مردود عليه أيضا أمر آخر كان مفروض أنه يكون فيه أكثر من رأيي في هذا الموضوع ليس فقط هذا المصدر المتحدث من وزارة المالية والقانوني يعني لماذا لم يتم سؤال مثلا الأمانات أو البلديات يتم سؤال أحد من وزارة العدل الكتابات العدل المسؤولة عن هذا الموضوع ونشوف يعني إذن لم تجد هذه المادة مكتملة أبدا وأنا أعتقد أن وجودها في الصفحة الأولى ما هو مبرر نعم هل وجدت هذه المادة مكتملة أستاذ أمل؟ قبل بس مع جوابك أبغى أوضح حتة استخدام كلمة مصدر في بعض الأحيان أستاذ الكريم تهمك المعلومة وإنت ما تريد أن تضر مصدرك أو أن مصدرك ما هو مخول بالتصريح للإعلام القارئ أعتقد أنه أكثر وعي الآن يقدر يميز بين المعلومة الصحيحة والخاطئة بالنسبة للتقرير الذي نتكلم عنه لا فعلا ما هي مكتملة والعنوان فعلا ما هو مقنع يعني أنت بتقول ما في عقوبات وبترجع تخلي محامي يأكد أن يقول لك أنه في عقوبات فلم توفق الصراحة الوطن في هذا التقرير نعم إذن هل ترين أن هذه المادة تستحق الإشارة في الصفحة الأولى؟ هي قبل ما تستحق الإشارة في الصفحة الأولى أو لا نقدر نقول تستحق النشر أو لا يعني لازم التأكد من من اكتمال عناصرها من مادة مقنعة يعني هي مادة مقنعة فعلا تعتمد على مصداقية ولا حتى تعمل عند القارئ نعم أما رأيك بخصوص وجود هذه المادة بالصفحة الأولى سيد العبدالله؟ مثل ما قلت لك أنا لا أعتقد أن أنا أتفق معها أنه هل هذه المادة تنشر أو لا تنشر نعم المادة هذه غير مكتملة أبدا وفيها تناقضات كثيرة بين يعني كأن المحرر تورط لما أتف هذا المصدر وتحدث عن ما قاله هي فعلا مادة صحفية كلام المصدر في أنه لا يوجد نظام لكن هذا الكلام ما هو صحيح رد عليه شخص مختص يعني حقوقي أو قانوني ورد على هذا الشخص بأنه لا هناك نظام فبالتالي تبطل تبطل هذا التصريح ما عد له قيمة ففعلا ما أعتقد أن هناك داعي لنشر مثل هذا الموضوع نعم أنتقل إلى موضوع آخر وفي نفس الصياق جاء هذا الأنوان بالصفحة الصحيفة التفاصيل داخل صحيفة مكة لا استثناء في حصر تعديات جدة حيث وسعت الصحيفة التفاصيل داخل العدد نقلت فيه توجيه سمو أمير منطقة مكة في رفع تقرير لجنة التعديات خلال ثلاثين يوما كما أكدت من المتحدث الرسمي بأمانة جدة على أن هذا التوجيه يقضي بحصر كل التعديات والرفع بتقرير شامل لإمارة منطقة مكة المكرمة حيث بيّنت نفي الأمانة في إزالة تعديات جديدة أمام قصور أحد رجال الأعمال بجدة أمس وإنما هي عبارة عن مجموعة من الصبات تابعة لأحد المشاريع تركها المقاول في الشارع أما الحدثين عن هذه المادة طبعا تقييمها أتركه للأستاذ أكيد يعني ما حدى لقيم شغل أنا عملته ولكن بالنسبة لموضوع التعديات نقدر نقول أنه صار حديث الساعة الآن توجيه سمونة بن خاد الفيصل وتفاعله سريع مع الموضوع صراحة كان جدا رائع بدأت لجنة أعمالها بمشاركة لجنة التعديات في محافظة جدة طبعا التوجيه كان يخص المحافظة والأمانة لرصد التعديات دون إزالتها يرصدوها ويرفعوا بتقريرهم للأمارة ويتم دراستها طبعا التعديات تشمل مش بس القصور وجار الأعمال هتشمل حتى المنشآت هتشمل حتى المجمعات السكنية اللي هو الكمباونز وكذا والارتدادات الداخلية والخارجية وكل ما يتعلق بهذا الأمر ولكن تقييم المادة طبعا أتركه للأستاذ أكيد نعم هل وجهتك الصعوبات في الحصول على معلومات؟ لا في ظل وجود تويتر وفيسبوك والمعلومة متداولة بشكل سريع أصبح على الجهات الحكومية أنها تكون شفافة وصريحة في التعاون نعم لكن من الجهات الرسمية لم يكن هناك عقبات؟ لا سيكون فيها عقبات طالما أن المعلومات سريعة الانتشار في مواقع التواصل الاجتماعي فهما يجب عليهم أنهم يردوا ما سيقدرون أنهم يمتنوا عن الرد فلا الحمد لله ما كان في صعوب عبدالله نعم سيد عبدالله كيف ترى اعتماد الصحفي على مواقع التواصل الاجتماعي سواء في اختيار المادة أو تفاصيل الموضوع؟ يعني مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مصدر للمعلومة أنا الحقيقة عجبني كثير في هذه المادة إشارتها إشارة الأختمالة وشيحيها على هذه المادة الفعلا الجميلة والأثلقات الصحفية الذكية خاصة في إشارتها إلى أن كثير من التعديات تم الإبلاغ عنها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي التي وحيلت إلى الأمين ثم أحالها إلى لجنة أنا أعتقد أن الأمانة وكل المؤسسات الحكومية تستطيع أن تعتمد على الناس وتوظفهم بالمجان للإصلاح اليوم نشوف نموذج وزارة التجارة في وجود تطبيق الابليكيشن الذي يمكن تصور أي مخالفة تجارية وزارة التجارة وظفت كل السعوديين أن يكونوا مراقبين تجاريين أن يكونوا مراقبين على الجودة فبالتالي مثل استخدام مسائل التواصل الاجتماعي للإبلاغ عن التعديات الموجودة فأنت وظفت الناس كلهم وأنا أعتقد أن في أقل من ثلاثين يوم تستطيع الحصول على كل المعلومات التي تحتاجها لا تحتاج أنك أنت تنزل إلى الميدان وتتعب هناك فقط استخدم الوسيلة بطريقة تخدمك وهذه إشارة جدا ذكية من الأختامات نعم هل تلزم الصحيفة بوضع إشارة ضوئية لما سبق نشره حتى لا يتم التشويش على القارئ؟ يعني أن أنا أضع ما تم نشره في هذا الموضوع قبل ذلك وأكمل ما قمت به أنا في هذا الموضوع نعم هذا أعتقد أنه أمر موجود عادة الصحيفة تفتخر أنها تكون كتبت عن موضوع ثم تم تأكيده بعد فترة فتبدأ تتابع معاه وهذا يعني جزء من مدرسة الصحافة الاستقصائية أنك أنت تتابع هذه القضية من وقت إلى آخر إلى أن تصل إلى النتيجة التي أنت تريدها تميزت صحيفة مكة في هذا الموضوع؟ دائما صحيفة مكة ما تميزها من غير مجابلات تميزت في هذا الموضوع؟ نعم أنتقل لي موضوع آخر حيث فتحت صحيفة الوطن موضوع وقوف إثبات المرأة المعلقة والمهجورة والأرامل الباحثات عن الإعانة المالية والدعم المادي من الجهات الخيرية حيث أشارت بالصفحة الأولى أن وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية شكلت لجنة لإعداد مقترحات وتوصيات حيال حل مشكلة إثبات هوية المطلقات وذلك لترتيب فوضى الإثبات كما نقلت الوطن من مصادر أن هناك تجارب دولية في هذا الشأن قد اطلعت عليها لجاني الوزارة أمال أبدأ معك بما أن الموضوع يتعلق بالمرأة كيف وجدت تغطية الوطن لهذا الموضوع؟ هو تقرير جميل السراحة بس ما أعرف هو أنا اللي ما أعرفت أقرأ كويس أو إيش كانت تتكلم فيه عن إثبات الطلاق والمطلقات والأرامل وما دين تكلمت عن المهجورات يمكن فيه الإشكالية الأساسية في حكاية المعونات للمطلقات والأرامل أنه في بعض الحالات وأنا ما أعمل في البعض بتعطى معونات لمن لا يستحقها من هذه الفئة فأعتقد أنه نحتاج أن نناقش حكاية الدراسات الحالات الاجتماعية التي تقوم بها وسات الشهر الاجتماعية بالنسبة لإثبات حالة الهجر أيوة هذه اللي فيها المشاكل شوي أنه مش بسهولة أنه نجيب شهود وعشان يشهدوا أنها مهجورة من سنين يمكن هذا اللي نحتاج شوية فيها مرونة في التعامل نعم أستاذ عبدالله تعليقك على هذه المادة هذه المادة أعتقد أنه أنا فعلا حتى لمنقراتها فيها مشكلة في السياغة وفيها كثير من الأخطاء في السياغة الأمر الآخر أن مثل هذا الموضوع كان يحتاج له أيضا رأي من وزارة العدل ورأيه من وزارة الشهر الاجتماعية لأنك أنت أتيت بمعلومات عن هذا الموضوع وتحدث عنه وأيضا رأيي لشخص من هذه اللجنة التجارب الدولية هي تجربة واحدة لذكرت تجربة دبي في هذا الموضوع ما أعتقد أن هذه المادة مادة مكتملة وكان ينقصها الكثير من المعلومات كان ينقصها الكثير من الشرح لأنك أن تتحدث عن موضوع يعاني من فئة معينة ما يعرف ما يستطيع أن يشعر أي شخص بمعاناة هؤلاء الناس إلا إذا شرحت هذه المعاناة بطريقة يستطيع أن يستوعبها كل الناس فبالتالي يستطيعون أن يتعاطوا مع هذه المادة ما أعتقد أنهم وفقوا في هذا الموضوع نعم هل تستحق هذه المساحة؟ يعني الموضوع مهم الصحافة دامها يعني حس تظهر شيء من هموم الناس وهذه فئة مهمة مهمة الأرامل والمطلقات والمهجورات يعني الموضوع حيوي ومهم ولكن يحتاج له إضاحة يعني كان هناك ضعف في إيصال المعلومة إلى المتلقي بغض النظر عن أهمية الموضوع الموضوع مهم ويحتاج أن يتم تسليق الضوء عليه ولكن بطريقة أكثر احترافية نعم أستاذ أمل هل تتفقين مع أستاذ عبدالله في ما الذي ينقص هذه المادة من النحية المهنية هل كان ينقص أراء بعض الناس مثلا من وزارة العدل أو من الشؤون الاجتماعية أيضا متضررين من النساء نعم متضررين صحيح أنا أتفق معها تماما خاصة أنه التقليل كان يتكلم عن وجود تنظيم أو وجود اجتماعات أو لجنة عشان يحلوا الموضوع هذا كان على أقل تقدير أننا نرجع لأحد من الضرفين هي العدل يشون الاجتماعية عشان نأخذ أبرز ملامح الخطة اللي هم ممكن يحطوها هذا الشيء الشيء التالي المفروض نبعد إحنا عن حكاية الاستعانة بتجارب دولية يعني عشان إحنا نعطي أي قيمة لأي قضية نترحص صحفيا نقوم نقول والله إحنا سنستعين بتجارب دولية يعني ما عليش إثبات هجر أو تنظيم توزيع معونات فين الحاجة لتجارب دولية نطبقها نعم نعم أنتقل إلى ملفات الحوار والتقت صحيفة عكاظ مع الدكتور أحمد عشور مدير مستشفى الملك فهد بجدة سابقا في حوار يتبع من عدد أمس وفي الجزء الأول قراءة عكاظ مع عشور مستقبل وزارة الصحة من خلال بعض القرارات في المجال الصحي حيث اعتبرت عكاظ أن الجزء الثاني من الحوار يعطي إجابات أكثر سخونة إذ يدفع عشور الكثير من الاتهامات مع التهديد بالرفع للقاء لتحسين السمعة كما ألمحت عكاظ في حوارها لعشور على شابه في منصبه السابق مع تبيان الكثير من الغموم كيف تصف هذا الحوار؟ هل هناك جرأة في هذا الحوار في الطرح؟ جداً الحقيقة يعني هذا الحوار كان فيه كثير من الإثارة والمعلومات التي تجبر القارئ على المزيد من القراءة في هذا الحوار حتى ينتهي منها ولكن يعني أنا عندي تساؤل بالنسبة للصحيفة نفسها كيف يعني رمي التهم جزافاً ويعني الطعن في كثير من الأنظمة أو الأساليب الإدارية التي تتابعها الدولة في كثير من الأمور هل هذا يعني إيجابي أو سلبي؟ لما مثلاً نحكي على آلية الشراء هذا نظام موجود لما ينتقد الأخ عشور هذا نظام موجود يعني ما هو بس مطبق في وزارة الصحة أو في مستشفى مالك فهد هذا يطبق على كل مستويات الدولة وهناك نماذج ناجحة تستطيع أن تؤدي هذا البروستس أو الإجراء بسرعة وباحترافية وبطريقة سريعة يؤدي الواجب وفي هناك من يعطل هذا الموضوع أيضاً حديثه على موضوع البركة في أموال المتبرعين البركة أمر نسبي يعني ما تستطيع أنك أن تقيسه يعني فبالتالي أنا بس يعني هل طرح مثل هذه المواضيع بطريقة هذه إيجابي أو لمو بإيجابي هذا اللي ممكن يعني الواحد يتساءل فيه نعم ما تعليقك أستاذ أمل؟ مع الأستاذ فعلاً في كان كمهاء من الاتهامات صحفيًا حتى وإن كنت أملك أنا إثبات على هذه الاتهامات لازم أترك مجال للمتهم أنه يرد هذا الشيء الشيء الثاني إذا كان نتكلم عن حوار وما ينفع ومش أعرف إيش كان ممكن الصحفي يحول الجزئية هذه لتقرير يشتغل عليه بشكل مستقل أعتقد أن الحوار ممكن يكون مثير للقارئ بس من الناحية الصحفية الصراحة كان ينقص الكثير لكن هل يصح أن تكون الصحفة منبراً للتراشق بالاتهامات والرد عليها؟ مو منبر للتراشق إذا كان الصحفي عنده قضية فعلية ممكن أنه يغير فيها شيء يعني لما أنا مثلا أجي أكشف عن فساد في جهة معينة وأنا عند الإثباتات شيء طبيعي أن القيادة راح تتفاعل مع هذا الموضوع يكون فيه رد فعل لكن إن يكون كده مجرد حوار إنشائي وأترك الضيف هو اللي يعبر عن اللي بغير يقوله هنا أعتقد أنه ماهو مهنية للموضوع ده نعم بالنسبة لي موضوع التراشق بين الناس في الصحف هل ترى هل يصح ذلك؟ هي مادة بيع يعني أعتقد أنه أي رئيس تحرير إذا كان في مثلا مثل هذا الأمر هو يجذب قراء أكثر ويجذب جمهور أكثر فبالتالي هي مادة بيع مهنيا إذا مع أو ضد فما في شك أنها ضد أنك أنت ترمي الاتهامات هكذا جزافا لأن هذا في الأخير يشكك في مصدقية الصحيفة وما يقال فيها يعني نعم أقف عند هذه النقطة نطلع لذيق وقت البرنامج شكرا لضيفي الكريم في الاستوديو العلامي عبدالله بن كدسة شكرا أيضا لضيفتي من جدة الصحفي أمال بغازي شكرا جزيلا لكم شكرا لكم شكرا للمشاهدين الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا لهذا اليوم نترككم مع مجموعة من الرسوم المختارة نشكر لكم طيب المتابعة في أمان الله شكرا للمشاهدين الكرام كانت ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدين الكرام كانت ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة